اهلا بحضراتكم في هذه التغطية اكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس انه ليصح جملة وتفصيلا للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع احدى الشركات لادارة خدمتها مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة لقناة السويس بشقيها السياسي والاقتصادي في ادارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس واوضح الفريق اسامة ربيع ان هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالاعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف اشكالها من عقود او مذكرات تفاهم وغيرها مع الافصاح عن بنود التعاقدات واهميتها مشيرا في هذا الصدد الى ان اعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على قدرات الهيئة وتنمية اصولها واساس كافة التعاقدات التي تبرمها هيئة قناة السويس والتي لا يمكنها المساس باي حال من الاحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري ومنصت عليه المادة 43 ومضمونها تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا وشدد رئيس هيئة قناة السويس على انه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحة وذلك حرصا على عدم الزج بالهيئة او انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من اثارة البلبلة او المساس بمكانتها الاقتصادية في الاوسط المحلية والدولية هذا واهابت هيئة قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات الى الشائعات التي تهدف لاثارة البلبلة والتشكيك في واحدة من اعرق واهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية وضرورة تحرية الدقة فيما يتم تدوله من انباء واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة ايضا كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تدوله بشأن هيئة قناة السويس تواصل المركز مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الانباء مؤكدة انه لا صح لتعاقد هيئة قناة السويس مع احدى الشركات لادارة خدماتها وان المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع باي صلة وغير صادر عن الهيئة مطلقا مشددة على ان قناة السويس ستظل مملكة بالكامل للدولة المصرية وتغضع لسيادتها المطلقة سواء في ادارتها او تشغيلها او صيانتها وذلك وفقا للمدة 43 من البستور المصري كما سيظل كامل طاقم هيئة قناة السويس من موظفين وفنيين واداريين من المواطنين المصريين موضحة انه يتم الاعلام بشكل رسمي عن اي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف اشكالها من عقود او مذكرات تفاهم وغيرها مع الافصاح عن بنود التعاقدات واهميتها والتي تهدف بالاساس الى اعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية اصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتكم